صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لإلنا فقرة التغذية هلأ رح تكون مع أخصائية التغذية ميرا زهران والحديث عن المشروبات الساخنة بفصل الشتاء ما حدا بفصل الشتاء إلا بحب أنه دائما يشير مشروبات ساخنة أو حتى شربات ليمد جسمه بالطاقة بس ممكن هالمشروبات تكون سبب في زيادة وزننا أكيد السعرات الحرارية رح تختلف بين مشروب وآخر رح نعرف كل هاي التفاصيل مع أخصائية التغذية ميرا صباح الورد ميرا وأهلا وسهلا فيك اسعد صباحك هبا وصباح جميع المشاهدين يعني مبارح مع الشتوية والشتل وأمطار الخير اللي كانت بكل محافظات المملكة ما بتخيل في عائلة مقامة عملة شربة عدس أو حتى مشروبات ساخنة لحتى تمد نفسها بالطاقة مية بالمية يعني زي ما تفضلتي هبا إحنا منلجأ للمشروبات الساخنة في فصل الشتاء حتى تعطينا هالدفع يمكن بالضبط ندفي جسمنا نمت جسمنا بالطاقة وزي ما قلت بدنا ننتبه هاي المشروبات ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية ننتبه لطريقة التحضير ومننا ننتبه للكميات اللي منتناولها طبعا لما نحكي مشروبات ساخنة هون منحكي عن الشربات كأكل مثلا شربة العدس الفريقيا الخضار وغيرها ومنحكي عن المشروبات اللي هي مشروبات السعادة منسميها السحلة بالهوت شوكليت وغيرها وغيراتها طيب ميرا كيف أنا بدي أستفيد وأكل وأستمتع بهالشربات أو الشربات الساخنة بدون ما يزيد وزني بدون ما أنا عم بأخذ سعرات حرارية أكتر هل في فرق بين لما أنا بشتريها من بره مثلا بتكون جاهزة أو أنا بحضرها بطريقتي الخاصة طبعا هلأ خليني أحكي أول إشي عن الشربات بأنه بلشنا فيهم هلأ بنا نعرف أنه كوب من شربة العدس فيه يعطينا من 200 إلى 250 سعر حرارية طبعا كوب يعني منحكي له الكوب المقاس أو الكوب المعياري طبعا أغلب الناس بتاكل كمية أكتر من هيك ممكن نضيفي لها خبز مثلا محمص فيه ناس بياكلوا معاها مقبلات فممكن يعني أعداد شربة العدس تأخذ ألف كالوري يعني وهذا إشي كتير عالي بالسعرات طبعا حسب الإضافات اللي إحنا منضيفها إلها بينما كوب من شربة الخضار مثلا ممكن يعطينا 50 سعر حرارية وهاي يعني كمية كتير قليلة بالضبط طبعا ما ننسى شربة العدس تحتوي على بروتينات اللي جاي من العدس وهذا إشي كتير مهم إننا ناخده بس بنفس الوقت مننا ننتبه على السعرات على الكميات إنه ما تكون بكميات مفتوحة يعني قديش مثلا خلال الأسبوع بتنصح حين نعمل شربة عدس مرة بالأسبوع ممكن ونحسب سعراتنا هلأ شو اللي بيصير هباء بتفضلي تكون مساء ولا تكون فترة الغداء يعني أفضل يعني مش كتير تفرق الفترة قد ما بتفرق معنا الكميات في ناس عن جد بيبالغوا بالكميات تمام بعد شربة العدس والخضار خلينا نحكي عن المشروبات اللي هي زي ما قلنا اللي بناخدها فترة السهرة مثلا نبلش مع السحلم مع السحلم بما إنه المشروب المفضل لكتير من الأشخاص لكتير من الناس وإذا تحضر بطريقة كويسة كتير زاكية هلأ الكوب الستاندرد من السحلب اللي مش مضاف له إشي اللي هو مكون من الحليب والنشا خليني أقول والمطيبات ممكن يوصل لـ 200 سعر حرارية هلأ إحنا ما منكتفي لهون ممكن نضيف لجوز الهند المكسرات فكوب من السحلب عن جد ممكن يوصل لـ 300-350 سعر حرارية وإحنا ممكن نتناول أكتر من هيك أكتر من كوب فهون مننا ننتبه في ناس كمان من ستات البيوت ممكن يتفننوا يضيفوا للحليب خليني أحكي كريمة حتى يتقلوا من القوام يخلوا أكثر فهذا كمان بزيد من السعرات الحرارية والقرفة مشروب القرفة لا القرفة إذا ضفناها بالعكس القرفة سواء كباودر أو كمشروب هي من أفضل المشروبات الساخنة على الإطلاق لأنه فوائدها كتير كبيرة وسعراتها الحرارية يعني تكاد تكون معدومة بتساعد أنه السعرات الحرارية تقل مثلا إذا ضفناها على السحلة لا ما بتقل بس ما بتساعد أنه تضيف سعرات حرارية زيادة بتساعد أنه تضبط لنا إنسولين الدم بس يعني ما يكون معها سعرات حرارية كبيرة مثل كاسة السحلة يعني لو ناخدها كمشروب لحالها كتير بتساعد أفضل بتفضلي أنه صحلة بيكون بدون مكسرات لحتى إحما ما ناخد سعرات إذا حضرناه بطريقة صحية اللي هو استخدمنا حليب قليل الدسم أو ممكن في ناس بلجأ لإستخدام الحليب النباتي زي حليب جوز الهند حليب اللوز هون كتير منكون أللنا السعرات الحرارية ويا سلام إذا استخدمنا عليه مثلا عصل طبيعي بدل السكر أو رحنا للستيفيا أو اللي هي المحليات الطبيعية الحرارية من كوب السحلة شو في قدي فرق فرق عن جد طيب المشروب الثاني خلينا نحكي عن الشوكولاتة الساخنة أو الهوت شوكولات الهوت شوكولات يعني المشروبات المفضلة لأنه الكاكاو من الشغلات اللي بتحتوي على كتير فيتامينات ومعادن بالأخص مضادات الأكسدة والماغنيسيوم فهو يعني عن جد مشروب بالسعادة لأنه الكاكاو من الشغلات اللي بتزيد هرمون السعادة بالجسم ولكن برضو إذا عمناه طريقة صحية هلأ كل معلقة كبيرة من الكاكاو فيها 30 سعر حرارية ولكن إذا حضرناه مثلا مع حليب كامل الدسام أضفنا له كريمة في بعض الستات بتفننوا زيادة بضيفو له شوكولات أو الشوكولات حتى يعطوه قوام سميك هون إحنا ممكن توصل معانا ل600 سعر حرارية الكوب الكبير بالضبط من الشوكولات الساخنة لهلا أعلى عدد سعراته الحرارية بتوصل كتير عالية ولكن زي ما حكينا إذا مثلا استخدمنا أو عملنا بطريقة صحية دون إضافة السكر والكريمة ممكن نضيف له الشوكولاتة الداكنة حتى تعطيه غنى للقيمة الغذائية وشوي تزكي لنا الطعام ممكن يوصل ل200 سعر حرارية طيب ميرا كيف بدنا نسيطر على نظامنا الصحي يعني إحنا عم نحكي عن مشروبات وعن شوربات ولسه إحنا بفترة الشتاء يعني لسه بأول أيام بأول أيام فالأشخاص اللي متعودين يشربوا مثلا كل يوم هاتشوكولات أو كل يوم سحلب أو كل يوم يعملوا شوربة عدس غير الوجبة أو الوجبات الأساسية اللي إحنا ناخدها هيك هنصفي ماخدين وزن كتير بالظبط شو الحال طيب شو نعرفي شو المشكلة بل أنا عم بشوفها يوميا أنه أغلب الناس في عندنا ناس حرقهم ما بتجاوز الألف ومتين أو ألف وثلاثمائة سعرة باليوم وأغلب الناس ما بتعمل نشاط بدني بخص الشتاء بالظبط فتخيلي آخذ أنا يعني ألف سعرة حرارية بس من المشروبات فهون أنا لازم ألجأ أني أعرف شو سعراتي اللي أنا بصرفها عشان أعرف قديش سعرة حرارية لازم أدخل على جسمي ممكن بمساعدة أخصائية تغذية حتى إحنا نجتهد نبحث قديش سعرات الحرارية بهذه المشروبات ودائما نلجأ نحضرها بطريقة صحية أكتر ودائما نلجأ للمشروبات أنا بحب مثلا الزهورات القرفة الينسون هاي مشروبات ساخنة طبعا زنجبيل وليمون يعني من المشروبات اللي بتعطي كتير مناعة بفصل الشتاء بفصل الشتاء الزبط وبتزيد من كفاءة الحرق بالجسم فدائما نلجأ للمشروبات اللي ما فيها سعرات حرارية عالية وإذا اشتهينا المشروبات التانية نحاول نعملها بطريقة صحية على قدر الإمكان ومرة بالأسبوع يعني ممكن على بالشتاء ما بتقدري تسيطري للناس لأنها قاعدة بالبيت مش كتير منطلع فما بتقدري تسيطري على هاي الأمور زي الصيف بعد الهوت شوكليت عن إيش رح نحكيه فيه المشروب الذهبي هذا كتير بحب أحكي عنه لأنه من الشغلات اللي عن جد بتأثر وبترفع المناعة ومن الشغلات اللي اختبرناها حتى بفترة كورونا اللي هو عبارة عن حليب يفضل يكون حليب قليل الدسم أو حليب جوز هند أو لوز يضاف له الكوركم الفرش اللي هو بشبه الزنجبيل ومضاف له إرفة والفلفل الأسود هلأ من حل يفضل بعسل أو سكر طبيعي هذا بيأثر كتير على المناعة برفع لنا المناعة في مضادات أكسدة بشكل كتير عالي نسميه مشروب الذهبي فعلا لأنه مش بس لأنه لونه ذهبي لأنه فوائده كتير عالية وسعراته مش كتير كبيرة يعني ما بتجاوز المية وخمسين سعره تمام فيه كمان مشروب آخر يعني اللي بدي أركز على القرفة لأنه قبل شوي حكينا عنها بالضبط القرفة من المشروبات اللي منحب نشربها بفصل الشتاء ممكن نضيفها للشاي فيه ناس بنكهوا للشاي بالقرفة ممكن نشربها بطريقة بس عدان قرفة مغلية هلأ هي ممتازة بتنظم سكر الدم لحد ما تكون لحالها فيه ناس بضيفوا كميات كبيرة مثلا من الجوز هون ممكن يصير كوب القرفة يوصل لـ 150 أو 200 سعر حرارية فمننا ننتبه كمان لهذه المشروبات إنه نشربها بالطريقة الصحية إيش بتحبي تعطينا نصائح للشتاء إحنا كتير منحب نرطب جسمنا لأنه أغلب الناس بينسوا يشربوا مي بفصل الشتاء ومن المشروبات الساخنة اللي ما بتحتوي عكفيين أيضا تحسب من نسب المياه اللي منشربها بس بدي أنصحهم ما يشربوها تكون سخنة كتير لأنه ممكن تزيد احتمالية تصير عندنا فيروسات أكتر بالجهاز التنفسي روحوا للمشروبات الدافية مش ساخنة لدرجة الغلية يعني خليني أحكي أكيد وتذكروا المي دايما وهذه نقطة بحب أركز عليها أنه حتى لو بفصل الشتاء ما تنسوا النشاط البدني لو نمشي لنص ساعة زيادة السعرات الحرارية اللي بنخدها بالشتاء لازمها رياضة حتى أنه نساعد حالنا ونحرقها المشروبات والشوربات بتعوض عن المي مش كلها اللي بتحتوي على الكفايين مثل الشاي والقهوة لأنه فيها أو هي بتعمل كمدرات بتقلل المي من الجسم وما بتحسب من نسبة المياه اللي بنشربها أو كمية المياه اللي بنشربها ولكن المشروبات اللي هي مثلا القرفة الزنجبيل الأعشاب الشوربات زي شوربت الخضار نعم تحسب من كمية المياه اللي لازم نشربها طيب ميرا كثير من الأشخاص بيعتقدوا أن القرفة ممكن تساعد على نزول الوزن هذا الشي صحيح أو لا بطريقة غير مباشرة هلأ ولا إشي مكملة أو حتى الزنجبيل أو حتى الزنجبيل الشاي الأخضر الشاي الماتشا كل هاي أمور بتساعدنا على تعزيز الحرق بالجسم تعطينا مضادات أكسدة بشكل عالي بتنظم لنا مثلا مثل الإرفة سكر الدم وبالتالي بتساعد على حرق الدهون ولكن كلها مش بطريقة مباشرة أكيد طيب الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية ميرا عادي بيقدر يشربوا زنجبيل إرفة أو حتى المشروبات اللي حكينا عنها يعني الأشخاص اللي بعانوا من ارتفاع شديد بضغط الدم منفضل أنه يشربوها بكميات كتير معتدلة لأنه ممكن تأثر على ارتفاع ضغط الدم وأطفالنا ميرا شو نقدر نعطيهم ما بيأثر طبعا المشروبات الدافية ممكن نعطيهم ينسون القرفة بالعكس كتير أفضل مثلا ما ياخدوا دائما الأطفال بيشربوا الحليب المنكية ممكن يشربوا العصائر المحلاة بالسكر يعني نخليهم يتعودوا على هاي المشروبات اللي تصنع بالبيت كتير أفضل طيب لما نتعرض لفلو مثلا أوي أو نحس الأحا عم بتزيد أكتر بفصل الشتاء شو بتنصحينا هيك مشروبات ناخدها لحتى نخفف الآلام ويرجع صوت بالزبط كتير بنفضل الينسون الشومر النعنع خليني أحكي المشروبات الدافية بس بدي أرجع أركز على نقطة مش ساخنة المشروبات الساخنة بتخلي الجهاز التنفسي عرضة أكتر أو بيئة مناسبة للفيروسات إنها تتكاتر إحنا أول ما منمرض على طول بنقول بدنا شي سخن عشان ومش سخن إنه لدرجة الغليان دافي كتير بساعد تمام تمام شو الفرق بين السحلب الجاهز اللي بيجي يعني بتعرف البكيت بس نعمله سريع وبين السحلب اللي احنا بنعمله بالبيت يعني غالبا بيكون فيه مادة السحلب احنا اللي بنعمله بالبيت عبارة عن حليب وعبارة عن النشا ومحلي اللي بنختاره يا إما سكر يا إما عسل والمنكهات الجاهز بيكون يعني مخلوط بطريقة هي مادة السحلب بتعطي الطعام وهي نسميها ثيكننج إيجنت أو مثخنة بتخلي الحليب بيصير قوامه أنا دائما بفضل المنتجات المعمولة بالبيت يعني تحت إشراف الأم واللي مضطرين ياخدوا هذا السحلب الجاهز أدي فرق بينه وبين السحلب الحرارية ما في فرق الحليب هو اللي بيعطينا الفرق سواء كان كامل الدسم أو قليل الدسم أو مثلا حليب النباتي نصيحة أخيرة منك ميرا للمشاهدين بدي أرجع أذكرهم يشربوا مي كتير بدي أرجع أذكرهم ما ياخدوا المشروبات خليني أقول مشروبات الشتاء من برى البيت لأنه فعليا ممكن توصل سعراتها الحرارية حسب حجم العبوة لستمائة أو سبعمائة سعرة فمننا ننتبه للناس اللي بيشربوها مرتين تلاتة باليوم خصوصا هلأ صار سهل درايف ثرو مننا ننتبه للكميات ولنوعية الحليب المستخدم كمان أكيد نشكرك ميرا شكرا لإليك شكرا إلى كيبة شكرا